أزمة خطيرة ما بين موريطانيا والجزائر بسبب المغرب وبسبب أن موريطانيا فشلت الخطة ديال الجزائر ودخول قيسوس على الخط تقريحة يحرق السوق مغربية في العاصمة الموريطانية نوكشوت كانتقام لموريطانيا والمغرب فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم لبناء من قناتكم المتواضع أعلم إسكا واللي دائما كنت أتمنى منكم أنكم تدعمونا بلايك والبرتاش كذلك الاشتراك وكتابة التعاليق غير مريضة ولا قليب ولا رايا المغربية أو استمر أو وصيلي فهذه الكلمات اللي بالنسبة لكم بسيطة لكنها تعني الكثير للقناة كذلك أخواني أخواتي بغي نعلمكم أننا قررنا أننا نغيره لإسم ديال القناة فقد نخلي لكم ثلاثة ديال اختيارات سواء في أول تعليق أو في المنتدى وأنتم ما قلوا لي الإسم اللي اختاريته وإن شاء الله يعني نتفقوا عليه ونبدلوا الإسم ديال القناة فعلى بركة الله نبدأوا موضوعنا لليوم فالضغط الجزائري على الدولة الموريطانية علاش باش تبعدها على المغرب فيوم على يوم كي تزد هاد الضغط وهاد الأمر يعني يرجع مكشوف واللي كشفوه واحد البيضق من البيادق الجزائرية اليوم قاعد تصرفات كتبيا باللي الجزائر كتضغط على موريطانيا والسبب واضح جدا خصوصا في هاد الوقيته فهاد الشي يكشف عليه البيضق من البيادق ديال العسكر كيف ما عرفتوا باللميل في ديال الصحراء الموريبيا انتهى إذا الجزائر خصها تبحث عن طريق آخر ولا شي اتحاد آخر لإقحام هاد البوليزاريو باش تعطيهم واحد الصيفة فجربات مع الجامعة العربية في شلات كذلك جربات مع الاتحاد الافريقي واليوم اللي في الاتحاد الافريقي رأى البوليزاريو كتخسر الدعم الافريقي لدرجة أن المملكة المغربية الشريفة كتوجد لطارد الميليشيات ديال البوليزاريو من الاتحاد الافريقي من بعد ما انتهى الميلف ديال الصحراء المغربية من الأمم المتحدة لأن داخل الأمم المتحدة المغرب انتصل لكن الاتحاد الافريقي رفض أنه يتكلف بهذا الميلف يعني الميلف ديال الصحراء المغربية ويزيده يعني بشكل كلي واليوم نداء ديالتانجا واللي كانوا فيه عدة دول اللي هي صديقة للمغرب دول إفريقيا بطبيعة الحال بغت ترد هاد المرتزقات البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي فالجزائر حست بالخطر وكتقلب واحد تكتل آخر واللي من خلاله تبدأ تقلب على موطئ قدم البوليزاريو فبغت تدير واحد اتحاد مغاربي جديد بدون المغرب فالجزائر استغلت واحد اللقاء اللي كان عندها في بلادها واللي جمعت فيه الدول المصدرة للغاز وعرضت على موريطانيا وخة موريطانيا ما كتصدرش للغاز ولكن قالت باللي موريطانيا راه مؤخرا كتشفت الغاز الجزائر بدأت كتغري في موريطانيا وهي عرفة بلي موريطانيا تستعين بالمملكة المغربية الشريفة بشكل كبير جدا وعندها نقص كبير يعني في جمعة دي الأشياء فالتقريبا يعني الاحتياجات الموريطانيا كاملين في المغرب أو من المغرب في مقابل أن المغرب يحسب موريطانيا واحد الشعب اللي شقيق وإخوة لدرجة أن هناك مطالب من قلب موريطانيا يطلبوا بإلغاء الحدود ما بين الدولتين المغربية والموريطانيا فهنا هذا الأمر يقلق العسكر الجزائري لكن الرئيس الحالي لموريطانيا اللي هو والشيخ الغزواني اللي هو واحد الرئيس ذكي جدا فقبل ما يمشي للجزائر يعني في تيك الخطوة أو يعني بغو يدشنه المعبرة أو بغو يدشن من تيك المنطقة الحرة ود الغزواني غاديدير واحد الخطوة مهمة جدا قبل ما يمشي غاديديرس الوزير خارجيته إلى المملكة المغربية الشريفة حامل واحد الرسالة إلى جلالة الملك محمد السادي صحفي ضهورله ولي شرح له الأمر كامل يعني علش غاديمشي وعلش ما غاديمشي يعني فهم له الوضع كيف ما هو وأكد باللي موريطانيا عمرها ما غادي تنخرط في عادة للمملكة المغربية الشريفة وويد الغزواني عارف الخطوط الحامراء ديال المغرب يعني واللي عمر موريطانيا ما تخطاها لكن هاد الخطوة اللي قدم عليها ولد الشيخ الغزواني دفع تمن ديالها غالي حياة الحارس الشخصي دياله لدرجة أن الجزائر حتى أنها تعزي في الحارس الشخصي لولد الغزواني أو للرئيس ولد الغزواني فما عزتش لكن باش يخرج عطاف ويقول نحن في صدد ممارسة ضغوط على موريطانيا فهنا تهديد بالعلالي في المباشر باش يتنضم موريطانيا للتكاتول المغربي يعني بزيز عليها تنضم للتكاتول المغربي لكن جزائر وقعت في شر أعمالها وفش اللي هاد المخطط الخابت لا من ناحية ديال ليبيا ولا من ناحية ديال الموريطانيا فقال لهم هالبيدق ديالهم التونسي قيسوس لأي دولة حليفة المغرب خاص تونس تعاديها حتى رجع تونس يعني قيسوس رجع تونس ويلاية تابعة للجزائر الفرنس فقيسوس قام بتأجيل زيارة الرئيس التونسي إلى موريطانيا بسبب رفض نوكشوب اتحاد المغرب العربي الجديد اللي اقترحه عبد المجيد فالزيارة واللي كان من المفروض يقوم بها قيسوس الرئيس التونسي للموريطانيا تم تأجيلها والسبب هو عدم موافقة موريطانيا على الاجتماع الثلاثي اللي اعلن عبد المجيد الرئيس الجزائري هات الشهر اللي غد يكون بتونس كان من المفروض يكون واحد الاجتماع ما بين الجزائر وتونس وليبيا لكن موريطانيا رفضت الانخراط في هذا الاجتماع هاد الاجتماع واللي كتحاول من خلال ديالو الجزائر انها تعزل المملكة المغربية الشارفة موريطانيا كدولة حرة دولة دات سيادة رفضت المشاركة ورفضت الانخراط في هذا الاجتماع لكن على ما يبدو ان قيس خد موقف من موريطانيا لانها ما بغش تحضر لهذا الاجتماع قيس رفض زيارة الى موريطانيا والبلدين ما كان بينتهم حتى شي ازمة والبلدين ما كان بينتهم حتى شي مشكل لموريطانيا اساءت الى تونس ولا تونس اساءت الى موريطانيا ما كان حتى شي خلاف حتى اقتصادي لكن قيس هو كلب النظام العسكري هو ادات كيستعملوها النظام او كيستعملوها الكابرانات لضرب الدولة التونسية لا غير فهد قيس كيتمشى باوامي الكابرانات لكن هاد الشي رح خطر على تونس وخاص التونسيين يخافوا على المصالح ديال بلدهم والاقتصاد ديال بلدهم ويخافوا على علاقتهم الخارجية مع الدول لان قيسوس الى اربط المصالح ديال تونس مع بعض الدول بناء على علاقة الجزائر بهذه الدول فالخارج واللي غادي يحوم على تونس وخاحنا عارفين بان التونس من هارشدها او من شد الرئاسة قيسوس وهي في الخارج فقيسوس رد تونس الخاضراء الى تونس قاحلة فبالنسبة للميلف الليبي بالموقف الجزائري الى اربطنا هاد الميلف بقيسوس قد يكونوا مشاكل مع تونس ما بين ليبيا وتونس اعلاش لان الجزائر عندها مشاكل عندها ازمة مع احد الاطراف في الميلف الليبي الى قيسوس سبع الجزائر رد يدخل في ازمة مع ليبيا والعلاقات ما بين تونس وليبيا مهمة جدا اعلاش لان تونس رد تستفيد اقتصاد ديال من المعابر الليبيا التونسية وإلى كذلك قيسوس اربط الموقف ديال تونس بدولتين نيجر ومال يعني دول الساحل اللي عندهم مشاكل وازمات مع الجزائر فنقول السلام عليكم العلاقات تونسية مع الدول الخارجية او العلاقات الخارجية وكما ان قيسوس سبب في تجميد العلاقات ما بين المغرب واتونس بسبب الكابرانات وها احنا اليوم كنشوفوا ان قيسوس بمناسبة عيد الفطر رسل قاعد دول رسائل تهنئة بمناسبة عيد الفطر الا المغرب وها هو اليوم في طريقه لتجميد العلاقات مع موريطانيا من بعد غاد يدوز الى ليبيا من بعد يدوز لدول الساحل وباي باي العلاقات الخارجية التونسية مع الدول فم المفروض ان الشعب التونسي توانسا يفيقوا بهذا الشي اللي راه واقع يعرفوا باللي المصالح دي البلاد هم في خطر لان اليوم كين رئيس احمق رئيس اللي هو اخدم للكابرانات بحكم ان الدولة التونسية كانت دولة دات سيادة احتردها قيسوس الى ولاية تبعى للجزائر ففي خبر اخر ومن بين ضغوطه اللي كتمرسها الجسائر على موريطانيا اليوم شنقري حاكي حرق السوق مغربية بموريطانيا فهذا حارق مسائل احد السوق المغربي العاصمة الموريطانية نواكشوت احد اكبر الاسواق المنتجات الفلاحية المغربية في افريقيا مخلفا خسائر مادية كبيرة جدا ومتيرا قلق السلطات المغربية والسلطات الموريطانية على حد سواء فهذا السوق المغربية بنواكشوت هي ماشي غير او ماشي مجرد السوق للبيع المنتجات الفلاحية فقط باليوم هذا السوق هو رمز هم للعلاقات التجارية والاقتصادية المتينة من المغرب وموريطانيا ومجموعة من الدول المجاولة الإفريقية حيث يعد بمثابة نقطة التقاء رئيسية لترويج المنتجات المغربية من خضروات والفواكه ومواد غدائية وتصديرها إلى العديد من الدول الإفريقية بحل يعني مالي سينغال بوركينافاسو ومؤخرا بحل هذه الحوادث رجعت كثيرة في موريطانيا واللي في الانتباع يعني السلطات الموريطانية والجهة الأمنية ما دفع للكشف لهذه الحوادث المتكررة وفأشرت المصادر يعني متكررة أن هذه الحرائق المتكررة تكون مخطط سابق بهدف الإضرار بالمصالح المغربية وشيطنت العلاقات الموريطانية المغربية كذلك متابعين أو متتبعين قالوا باللي هادوا من بين الضغطات واللي كتمرسوا من الجزائر إلى موريطانيا بحكم أن موريطانيا مغضخات للجزائر إذن إخواني أخوتي هذا هو الموضوع ديالنا دياليوم تحية لكم كبيرة شكرا لحسن المتابعة شكرا للحضور ديالكم الدائم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته